8 أشهر من المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية في بخموت الجبهة الأكثر اشتعالاً في الحرب الروسية الأوكرانية يبدو أن الكفة فيها تميل صوب سيطرة القوات الروسية عليها تجلية تقدم القوات الروسية في بخموت تترجمها ميدانياً سيطرتها على المنطقة الصناعية بالكامل كما أكدت عليه سلطات دونياتك الثلاثاء مشيرة إلى أن القوات الروسية تتقدم في محوار أفدي إفكا إن جزءاً كبيراً من القوات الأوكرانية أجبر على الانسحاب من مصنع آزوم للمعادن على الجانب الغربي من نهر بخموت رجال فاغنار يتقدمون بالطبع يتقدمون رغم أن ذلك يتطلب منهم بذل قصارى جهودهم الإسلاء على بخموت يعني السيطرة على مدن ومناطق وسعة شرقي البلاد يقول الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي تخوفة تعزز لديه يقيناً بأن القوات الروسية على مشارف الوصول إلى ما بعد بخموت نحن ندرك أنهم بعد السيطرة على بخموت يمكنهم الذهاب إلى ما بعدها يمكنهم الذهاب إلى كراماتورسك يمكنهم الذهاب أيضاً إلى سلوفيانس الطريق سيكون مفتوحاً أمام الروس نحو مدن أخرى في أوكرانيا وفيما ترمي القوات الأوكرانية بإثقالها إلى استنزاف قوات العدو على جبهة بخموت وفق تعبير قاد القوات البرية الأوكرانية تدخل المعارك الشرسة في المكان منعطفاً جديداً بإعلان القوات الروسية احتراض دفاعاتها الجوية صواريخ حاملة قنابل يجري إطلاقها من الأرض وهو السلاح الأمريكي الذي تقول كييف إنه ضروري لشن هجوم مضاد تستعد له ما يعني تدمير خطوط الإمداد الروسية وفق رؤيتها ترجمة نانسي قنقر